أعلنت سلطات اليابانية مصرع أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مئة شخص جراء إعصاري شانشان الذي يمر حاليا فوق جنوب غربية البلاد وضفت أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في محافظة آيتشي الواقعة بوسط البلاد بعد أن ضرب انهيار أرضي ناجم عنه طول أمطار غزيرة لمنزلهم مشيرة إلى أن أطقم الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شخصين من تحت الركامة كما لقي مواطن رابع مصرعه بعد انهيار سقف منزله بسبب الأمطار تسببت العاصفة شانشان في تعطيل حركة الصفر في الوقت الذي تستكمل فيه مسارها باتجاه الشمال الشرقية حيث تم تعليق الخدمات في عدد من خطوط السكة الحديدية الأكثر ازدحاما في البلاد تضرب إيمانات eat well تضرب وodoxك تضربون تت consisted